علنت منظمة العفو الدولية أن التحالف العربية بقيادة السعودية استخدم قنبلة في ضربة جوية على صنعاء قتلت عفوان 16 مدنيا من بينهم 7 أطفال ويتمى الطفلة أكدت لين معلوف مديرة البحوث في منظمة العفو الدولية في مكتب بيروت أن القنبلة التي قتلت المدنيين هي قنبلة أمريكية الصنع وكانت ضربة جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي في الخامس والعشرين من شهر آب أغسطس الماضي قد ضمرت مبنيين سكانيين في حي فجعطان جنوب العاصمة اليمنية سنو